الشغل الشاغل بتاع الناس الأسعار النار الأسعار اللي بتتحرك بشكل تقريبا كل 48 ساعة مش بشكل يومي لا داعي للمبالغة لكن تقريبا كل 48 ساعة تروح النهاردة تدخل المحل الفلاني أيا كان نوع البضاعة أيا كان من أول الساروخ لحد إبرة الخياطة السعر كام جنيه بعدها بيومين سعر كام جنيه وربع جنيه 15 قرش بعدها بيومين تانية جنيه و30 قرش احنا بقلنا تقريبا أسبوع اللي بيحصل في الأسعار جنوني جنوني المؤسف بالنسبالي إنه غير مسيطر عليه المؤسف إنه غير مسيطر عليه فيه ناس هتيجي تقولك أصل سعر الدولار في السوق السوداء تاني بصوا يا جماعة القصة ملهاش علاقة بفقاعات السوق السوداء المصرية اللي تقولك الدولار بقى بستين واحد وستين اتنين وستين خمسة وستين وكأننا في مزايدة فققيع لا القصة في سعر البضاعة مش الدولار القصة في جشع التجار حتى جاية موزونة الأزمة الأزمة بتاعة التسعير في مصر ليست الدولار وإنما جشع التجار وقولا واحدا التجر بيشتغل إزاي التجر بيشتغل باعتبار يا باش أنا بحافظ على رأس مالي رأس مالك طب هو أنت عارف هتشتري غالي بكام لا ما أنا لازم باخد احتياطي التجر بيظن إن اللي بيعمله ده شكل من أشكال التحوط إجراء للتحوط إجراء احترازي وأأسف عندما أقول التجر المصري من الشاطر التجر الشاطر ما يعملش كده التجر الشاطر يخلص من البضاعة عشان يجيب بضاعة جديدة التجر الشاطر لما يلاقي القوة الشرائية بتتراجع أو في منظور آخر ومصطلح آخر تنخفض يقلل من هامش ربح وما حدش يقول لي ده احنا يدوب شغالين لا مصر من الأسواق القليلة في العالم اللي هوامش الأرباح فيها بتتعدى الخمسين والستين والسبعين في المائة في بعض بقى المنتجات والبضائع والمش عارف ايه بتتعدى المائة وخمسين والمائتين وساعات التلتمية في المائة ده واقع هل تشوف ده في أوروبا استحالة هل تشوف ده في الوقت المتحدة الأمريكية استحالة استحالة بالمعنى الكامل لكلمة استحالة مفيش كلام من ده ناس بره يوم ما بتكسب 30% بتبقى بتضرب شاء الله بزط في الهوى وتطلق ألعاب نارية احنا عندنا الوضع يا حاجة تانية خالص احنا التجارة عندنا ما هي الشطارة التجارة عندنا بقت افترة افترة التاجر مصمم يفترع الزبون وفي حديثه مع الزبون بيعمل حاجتين يا منكسر يا غناوة يعني هنعمل ايه هنعمل ايه الدولار ده اللي بيحاول يمثل للمنكسر والغناوة والله ده الموجود حضرتك مش عايز مفيش مشكلة يعني وانا تحت امرك لا فيش حاجة اسمها ده الموجود لا البضاعة موجودة في المخزن ولو مش في المخزن بتاع المحل محضوطة في مخزن بعيد شوية ومن ضمن الاجراءات التحوطية والاحترازية بتاعة التجارة عندنا للأسف الشديد انه بيشوف المخزن المرخصة بتاعته اللي موجودة ومسجلة باسم الشركة دي اللي عليها السجل التجاري ده ويروح يأجر مخزن من بعيد لبعيد كده في الضل ويخزن فيه الحاجة عشان لما تيجي تنزل عليه الحكومة زي ما بيتقال مخزن فاضي يا بيش عندناش حاجة تخش المخزن فاضي فيش حاجة السؤال بقى هينفع هينفع نمشي كده هينفع نضغط على المواطن كده وده هنا الحقيقة يجب ان يكون نقدا واضحا بناءا موضوعيا مهنيا للحكومة يا حكومة لازم تحكمي الاسواء يا حكومة لو سمحتوا لازم تثبطوا الاسعار يا حكومة لازم تاخدوا اجراءات شديدة الردع شديدة الحسم شديدة السرعة يا عجيب مسألة انه احنا يا جماعة احنا بنتكلم على قصة الاسعار دي بقالنا دلوقتي يجي شهرينة هو اللي حصل في الاسبوع اللي فات اصبح كارسي كل 48 ساعة كل واحد يروح طالع مزودله 15-20% الله بقى يبقى السؤال او مش عايز اقول يعني الامر لكن في النهاية الطلب الذي يوجه للحكومة شوف انا يا رجل موضوعي جدا ومهني جدا ما نطلبه من الحكومة بمنتهى الالحاح وبمنتهى الاسرار اجراءات رادعة حاسمة سريعة اشتركوا في القناة